سؤال مهم جدا احنا بكورة اليد الحمد لله يعني لو فيه رياضة في مصر هنا منورة طول الوقت على المستوى العالمي فهي كورة اليد دائما وابدا في الالعاب الجماعية يعني لما الاهلي لعب برشلونة في كاس اهم الاندية مكدبش عليك يعني كنتم بتلسم خير قلت لها ليكسب عادي ايه مشكلة يعني برضو على قد فهم يعني بس برضو في شوية تفاصيل وحنا تفرج على المباراة كده لا مش عندنا يعني فكرة ان هم القعيبة سابتة نفسيا مش حاسسوا ان هم قلقانين ملكزين يعني عادي لعبة كويسة بس مش بنفس التركيز بتاع لعبة برشلونة ايه الفرق منا وبين الفرق الاوروبية نفس الامر بالنسبة لمنتخم مصر ومنتخبات الاوروبية ايه الفرق الشعرة دي اللي بتفرقنا عنه لا انا شاف الفرق يعني هو فرق كذا حاجة يعني هو فرق اولا خبرات طبعا اللعبة دي خبراتها كبيرة جدا يعني فرق احتكاك احتكاك بتاعهم الاوروبي واحتكاك الدوري بتاعهم مختلف وفرق عمتا بره عمتا في اوروبا يعني التأسيس نفسه اللي عيب منه هو صغير بيفرق جدا في تكوينه يعني احنا في منتخبات الناشين والشباب هتلاقي مثلا بتاع منتخب مصر هتلاقيه رايب جدا منهم ممكن منتخب بنكسب منتخبات اوروبية كتير جدا بنخب بطولات على مستوى العالم فهو بتبقى كافة متقاربة في الوقت ده بعد كده بيحصل لهم هما تفرق كبيرة صح السيستم بتاعهم حياتهم مختلفة نظام بتاعهم مختلف خالص الاحتكاكات كمان الاحتكاك سواء دوري او احتكاك اوروبية الحاجات دي كلها بتفرق يعني هاتقاي العيد مصري مثلا حطه في النشأ اللي هما بينشاؤها او هتلاقيه ممكن يعديهم يعني عشان الموهبة موجودة بس هو في عوامل كتير قوي يعني بتأثر على الموضوع ده زمالي كان رايح يتعادل في المبارات للأسوبة الاخيرة ديت كسله خد الكورة وحب حطها في الجول وحب الناس بتحتفل وخلصت الحكاية